السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة الطيور موضوع اليوم إن شاء الله سيكون على أهمية الشمس بالنسبة للطيور وكذا الطريق الصحيح لوضع الطيور تحت الشمس وعدد مرات القيام بهذه العملية في الأسبوع إذن نبدأ بفوائد الشمس عندما يتعرض جسم الطائر لأشعة الشمس فهو يستفيد من فيتامين تيل الذي يساعد العظام الأضافر ومنقار طائر على امتصاص كمية كبيرة من المعادن وأهمها الكالسيوم وكلنا نعلم أن الكالسيوم مهم وضرور للطيور على مدار السنة فكل مرحلة يمر منها الطائر لابد أن نوفر له فيها الكالسيوم كميشار في مرحلة التزاوج تحتاج الإنة للكالكالسيوم بكثرة لكي يتم تكون على قوضة البيض ونتفادة مشكل أكل أنت لبيضها بسبب نقص الكالسيوم من بين فوائد الشمس أيضا هو تخلص طائر من الحشرات وزيادة نسبة النشاط والحيوية أيضا ريش الطائر يصبح لامع جميل عند تعرضه لأشعة الشمس بخصوص وضع الطيور تحت أشعة الشمس يجب وضع نصف القفص تحت أشعة الشمس ونصف الآخر تحت الظل ونترك حرية الاختيار للطائر فإذا أراد الشمس سيقف في الجانب بمشمس ولا يجب أن تتعدى مدة وضع الطيور تحت أشعة الشمس نصف ساعة لكي لا ترهقهم الشمس خصوصا في فصل الصيف أيضا يجب إزالة المشربية من القفص لكي لا يسخن الماء ويضر بالطائر ولا يجب وضع القفص في مكان محبوس فيه الشمس لأن الحرارة تتضاعف في هذه الحالة يمكن أن تصيب الطائر ويغمع عليه وإذا وقعت يا أخي في هذا المشكل ما عليك هو وضع الطائر في الضل والرشع عليه القليل من الماء وبعد دقائق سيعود كما كان أما عدد مرة تشميص الطيور على الأقل يجب أن تعرض الطيور لأشعة الشمس مرة واحدة في الأسبوع وإذا كان الوقت متوفر والجو معشادر ومشمس يمكن إخراج الطيور يوميا للتشميص باستثناء في مرحلة التزاوج للإشارة ليس من الضروري تقديم حوض الاستحمام للطيور عند وضعها تحت أشعة الشمس يكفي أن نزيل المشربية من القفص لكي لا تستحمل منها الطيور وكذلك نحافظ على درجة حرارة الماء متابعينا الكرام هذا ما كان في حلقة اليوم أتمنى أنني أفتكم ولو بالقليل نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر